السلام عليكم احنا رح نكمل وياكم ان شاء الله لانا نقطع البيت فخلصنا من السيارة وما رح ندخل للمكان العمل الآن نتكلم معاكم موضوع الطعام موضوع الطعام لطفل التوحد هاي نتمنى انه الاخوة يرجعون الموضوع الطعام جدا مهم بالنسبة لطفل التوحد الطعام طفل التوحد في الغالب يكون نحس في الطعام وغالبا نتيجة تلك النحوسية تصير عنده نقوصات يعني كثيرة في موضوع البيتامينات او الأشياء اللي تساعد الطفل على النمو عندنا مشكلة احنا نريد نخلي الطفل ينوع غذاءه ونريد نخليه بنفس الوقت ميزعج العائلة في قضية محدودية الطعام طبعا شدة محدودية الطعام احيانا يعني تكون الأمور محدودة مثلا ممكن يأكل لفد 30 أكله فقط هذا يسموه يعني نحس لكن مو شديد وطبعا منهم من يصل إلى حد 15 أكله يعني كل الأكلات اللي يأكلها تكون الأطعمة محدودة احنا نتوقع أنه راح تصير عندنا مشاكل كبيرة في قضية النمو من الطفل وبنفس الوقت راح تصير عندنا مشاكل أيضا في البيت لأنه دائما تصير صعوبات في الذهاب إلى المطاعم قبول الدعوات الأم لازم تحير دائما في الأكلة فالمفروض إذا أكون فيديو مهم جدا المفروض أنشركم إياها باللغة الإنجليزية بس هو مختصرة يعني يقول أنه إحنا طبعا يجب للأمراض العضوية النحوسية في الطعام يعني مشاكل الحموضة في المريء أو مشاكل صعوبات البلع أو مشاكل المفروض الطفل بعد السنتين يستطيع أن يأكل كل أنواع الطعام يعني الصلبة والسائلة فالطفل من يتأخر عندك في تقوى أنواع الطعام ويبقى محدود ممكن أن يكون على بعض الأنواع وما يتوسع لازم أنت وخاص إذا كان هو طفل فيه طيفل من التوحد لازم من البداية تحاول أن تتدخل يعني إذا تركت الطفل بدون حل لمشكلة قضية نحوسية الطعام أو محدودية الأنواع راح تصير عندنا مشكلة شبيرة مع زمن يبدأ يعني يبقى في عقل الباطن الخوف من تلك الأطعمة وتوصل به إلى حد أنه ممكن يخاف من هذا الطعام أو يتقيأ يتقزز منه فرح تبقى المشاكل كبيرة فالمفروض من عندك من البداية يعني تستهدف المشكلة وتحاول أن تحلها الطريقة طبعا هي طريقة قلنا أول شيء إزالة احتمالات الثانية المهمة أنه المفروض أنا أعتبر وجبة الطعام نوع من الاحتفال هاي طبعا إحنا نعرفها يعني أول شيء يعني تقول أنه الطفل تخبرة أنه راح يصير موعد الغداء بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ربع ساعة حظر نفسك راح نأكل وراح نتسوي ونقعد طبعا تحاول أنه الطفل تجيب للمعززة اللي يحبه في الطعام فإذا كانت هي أكلة فخليها تكون ضمن الأكلات اللي موجودة وإذا كان هو شيء يحبه برنامج تلفزيوني يفتح الهياء يبقى تحاول أنه تمنع المشتتات اللي تشتت أشياء اللي تشتت حاول أنه تجمع أكثر شخص الأشخاص اللي يحبهم ودائما تسوي نوع من الاحتفال في وجبة الطعام تحاول أن الطفل تكون أنت يعني ما مكثر للسناكات بالطريق أنه تجيب على الوجبة وهو وجي جائع حتى يأكل وبعدين تبدأ أنت بإضافة التنوع الغذائي الطفل يعني التوحدي في الغالب يجب أن يخبر يجب أيضا أنه يعني يتم معززته إذا إذا نوع دائما مثلا إذا هو يأكل شيء يحبه شيء يعني مو كلشي يحبه رأسا يتكافأ بلي يحبه حتى يربط عقله بين أنه كل ما ينوع كل ما يتكافأ وأيضا بنفس الوقت لازم تبدي أنه تدرج الأنواع همال الطعام دائما مثلا إذا كان يحب البطياتة تحاول تخليها بعدة أنواع يعني مهروسة وعلى شكل فرائز يعني مقلية يعني بطريقة أو بأخرى تنوع تبدي عاد تضيف لهذا التنوع أحيانا يتواجه عندك طفل التوحد عندنا مشكلة أنه ربما هو ما يحب يعني أكله معين بس أنت تحاول تقول لي اليوم رح ناكل دجاج وباطل رح ناكل مثلا سمك وبعد بكرة رح ناكل مثلا تمين ومرأ أو كذا حاول تخبره بأنه كل يوم أكون فأنت في الحال هو رح يحب الروتين ورح يقبل هذا التنوع اللي يصير بس مو مفاجئ إنما يعني فتحاول أنه أنت تضيف له ممكن تقول لي بين يوم ويوم يوم دجاج ناكل ويوم لحم يوم تم ومرأ يوم ناكل يعني حسب طبيعة تكفى حاول أنه تخبر مبكرا وتجعل المعززات موجودة موضوع طعام موضوع طويل أنا حاب بس حاولت أنه أذكركم في أنه أساسي ومهم يجب التدخل مبكرا ويجب استثناء الأمراض العضوية خاصة مشاكل المريع والحموضة والمشاكل الخلقية للصير وانسدالات اللي يصير فواحد لا يحاول دائما أنه يتهم أنه المشكلة لأنه طفل توحد فهذا ما يأكل بسهولة خاصة الموضوع إذا صار بيه تقيق وصار التقيق بنوع من الدفع العالي أنه تتأكد أنه من خلوة من الأمراض تقريبا هذه معلومات كانت عامة مرينا فيها على فكرة الدعم الدوائي بالفيتامينات والمكملات الدائية وفرينا بعدين على فكرة تنظيم الطعام بحيث يكون غير محدد وإنما منوع لا تنسون أبد لا تنسون أنه الطعام الدعم الدوائي للمكملات كلها مهمة وقد يكون حدهما إذا تخلف فأن الباقي يتأثر لا تتركون فرصة بحيث تطور أولادكم وتخليهم يعني أفضل وهم في بدايات سنينهم أن تتركوها على والله هذا الطفل طفلكم هو لا ينمو بصورة سيابية كما ينمو للأطفال الباقي يحتاج دعم في سنين الأولى وهو مختلف عن أطفال الباقي في كثير من الأمور حاول تفهم مشكلة طفلك ساعدة حتى لا يترك أثر فيه سلبي على نمو ونمو جهاز العصبية وشكرا لكم في أمان الله